يسأل يقول أن الحمد لله مستقيم في كل شيء رضي الله لكن عندي مشكلة وهي أن ابتليت بها وهي صور النساء في جوالي يعني كثيرة جدا و يقول ما هي النصيح يا أخي إبراهيم من ليبيا بارك الله فيك أنت تقول بأنك رجل مستقيم ألا استكذلك تقول بأنك رجل مستقيم ولله الحمد فهل جمع صور النساء في المحمول هذه استقامة أم انحراف عن الطريق المستقيم بارك الله فيك و واضح بأنك تعلم بأن هذا ذنب و خطأ و أنه لا يجوز فماذا تريد مني أقول لك يعني مثلا تب إلى الله تب إلى الله و استغفر الله طيب ما هي التوبة التوبة ليست كلام يا أخي الفاضل التوبة ليست كلام و ليست شعار و ليست هواء و رغبة التوبة يعني لابد أن يكون لها واقع عملي فالله تعالى يحب التوابين و يحب المتطهرين أولا الإقلاع عن هذا الذنب بمعنى حذف كل الصور و المقاطع المحرمة الموجودة في محمولك أو في أي وسيلة عندك هذا الأمر الأول الثاني الشرط الثاني الندم على هذا الفعل و الندم توبة كما قال النبي عليه الصلاة و السلام الثالث العزم الأكيد على عدم العود إليه و المعنى أن مصدر هذه الصور الذي ورد إليك من وين تقطع الطريق بينك و بين هذه المصادر الآسنة و العياده بالله تروج هذه الصور هذه شروط التوبة و أذكرك يا أخي الفاضل لو أنك لقيت الله عز وجل و ما من أحد إلا وسيلق الله و ليس أحد يعلم متى يلق الله هذا الأمر المقلق الذي يجعل المسلم دائما في شغل في يعني اهتمام و ما يدري متى يلق الله الجميع يعلم بأن الموت حق الجميع كل البشرية يعلمون بأن الموت حق اللي هو أعظم أن الإنسان ما يدري متى يموت الموت ما لحد معين إذا بلغه الإنسان الموت يخطف الجنين في بطن أمه يخطف الرضيع يخطف الغلام الصبي يخطف البالغ يخطف الغني يخطف ما يترك أحد فلذلك أخي الفاضل أنا أسألك سؤال و قم لله متفكرا بهذا السؤال و تجرد من كل هواء لو لقيت الله عز وجل و في محمولك هذه الصور المحرمة ماذا أنت قائل لربك يا إبراهيم ماذا تقول لربك سبحانه وتعالى ها و الإنسان يبعث على ما مات عليه و إنما الأعمال بالخواتين الأعمال بالخواتين ما أن يعني فيه من الناس من إذا مات تجري عليه حسنات بعد وفاة الله مبارك لأنه خلف علم خلف ولد صالح يدعو له خلف صدقة جارية وقف مثلا خلف عمل إنساني يدعو له الناس الله مغفر له كلما يعني رأوا عمله مثلا بناء مسجد دور عيتام خدمة للمسلمين قالوا هذا مسجد فلان الله يرحمه هذا عمل فلان الله يغفر له و في من الناس من إذا مات بقيت السيئات تجري عليهم و العياذ بالله ماتوا و ما ماتت سيئات ماتوا و ما ماتت سيئات هل تضمن يا إبراهيم أن هذا المحمول يأخذ أحد أولادك أو إخوانك مثلا و يستعمل نفس الصور و نفس الفيديوهات المقاطع اللي عندك كما كنت تستخدمها و يبقى وزرها عليك و العياذ بالله و أنت في قبرك فذلك قم لله و تجرد عن الهوى و احذر من الشيطان و ابتعد عن هذه الصور و هذه و العياذ بالله باب من أبواب الشر و إذا كان عندك رغبة في الزواج إذا لم تكن متزوجين تزوج إذا كنت متزوجين و عندك الرغبة الحمد لله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاثة و رباع صلى الله تعالى أن يمنى عليك بالتوبة و إذا تبتأ إلى الله عز و جل بحذف هذه الصور و هذه المقاطع فالله عز و جل يقبلك بإذنك لأن هذا وعد الله عز و جل وعد الله عز و جل و احرص على أنك تنبه من حولك تحذرهم من مثل هذا العمل المشين و الذنب القبيح تحذرهم من هذا بارك الله فيك